خرجت الإعلامية ميار الببلاوي في فيديو لايف عبر صفحتها على الفيسبوك وزارت الإعلامية وهي منهارة من البكاء بعد اتهامها من شيخ مشهور بالزنا وكشفت لجمهورها تفاصيل ما حدث معها موضحة أن هذا الشيخ قال في حقها ما ليس فيها وبعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان وتحديدا يوم 22 رمضان في برنامج العرافة وحدثها على عودتها لزوجها بعد الطلاق 11 مرة وعلى ذلك قام أشاخ باتهمها بالزنا لأكثر من مرة وتعرضت ميار لحالة من الإنهيور وقامت بعرض أسيمة لكل زواج تجوزته مؤكدة أنها لا تفعل شيء غضب الله قالت ميار في الفيديو لايف عبر صفحتها على الفيسبوك لو سمحتوك راما لرب العالمين لو في يوم من الأيام لو سمعتوا مني كلمة غيرت في حياة حد فيكم لو قايا افت كهرهادي وكل اللي طلبها منكم الدعاة أنا سكت كتير بإني دايما أؤمن بحديث الرسول قامت الباطل بالسكوت عنه لكن أنا تعبت وكل حاجة يقوله عشان الترند بس أنا مش فارق معايا الترند أنا عيانة وبقالي 8 أيام مش بقول إني عيانة أنا بتكلم عشان محدش يقول إني بتاجر بالعاية زهقت من كلمة الترند وأوضحت الإعلامية ميار الببلاوي أنها اتقابلت مع شيخ مشهور وكشف لها أنه تحدث عنها حينما سمعت هي الفيديو سعقت لما قالوا قائلة النهاردة حصل حاجة عمري متخيلتها وأول ما خلصت الهوى صاحبتي كان عندها حاجة معينة ومردتش أسيبها لوحدها وقلت هروح معيها وسلم عليها وأنا دخلة رئيسة التحرير بتاعتي لقيت الشيخ الفاضل بس تحبه من الشيوخ الأجلاء ولكن سبحان الله يمكن نزعت شطون أو فتنة وأضافت ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسك بنبأ فتبينوا فيما فما بالكم من اللي قالوا علي كده شيخ جليل يخوت في شرفي وعرضي رغم أننا كلنا بنحبه وبنسمع كلامه وأول ما شفته وسلمت عليه وقال لي أنت جاية لي عشان أنا حطيتك على المرجحة مبارح ردت عليه وقلت له مش فاهمة وقال لي أصل مبارح كنت جاية عليك جامد قلت له شرف لي وانت عمرك ما تظلمني وشوفك على خير وقال لي اللي أنت قلتيه مع بسمة وهبة في حلقة رمضان في برنامج العرافة اللي ما أعمله منتاج عشان يطلع ترند ونص الكلام مقطوع أشارت مايرل بيبلاوي أن الشيخ اتهمها في شرفها وفي عرضها ولما سمعت الفيديو لقيته بيقول علي أن باخد كل الراجل للتين وأنا ببوض شكل الدعاء حسبي الله ونعمل وكيل فيك زي ما اتكلمت في عرضي وشرفي وشرف ابني ولفتت الإعلامية مايرل بيبلاوي أن أزمتها بدأت بعد حلقتها مع بسمة وهبة والمأساة بدأت في برنامج العرافة سيبكم من اللي حصل في الحلقة أي حد يقول أي حاجة عادي بتعدي ولكن مايرل لو فتحت بقها الناس كلها بتسن عليها السككين ومحدش فاكر أن عندي ابني راجل وأنه في وسط رجالة وأصحابه وشغله هيكون إيه وابني مش بيكلمني من يوم 22 رمضان من وقت حلقة العرافة مع بسمة وهبة وقافل على نفسه قدته مش بيكلمني وأنا مطلعتش من الدنيا إلا بابني تميت المونتاج اللي عملتها في الحلقة فوق ما تتخيلوا الحلقة تزاعت وياما حاجات بتنزل وتعدي وقتها كنا في رمضان ومعنديش استعداد أني أبص الحاجة ولا ضيع صلاتي وأنا بخاف من ربنا كتير بشكل مش طبيعي أكملت كنت مبلمة في الحلقة مع بسمة وهبي وكان كل همي أقل بالطرابيزة بس كنت بحترم نفسي وعرف بسمة خلوقة وطيبة وصحبتي من أول ما لبسنا الحجاب مع بعض ولكن مش عارفة هي عاملة سيستم للبرنامج ولا إيه وأكملت الإعلامية ما ياري الببلاوي أنا شبعت ظلم ومحدش تظلم قدي أنا كنت راضية بأي حاجة وظلمتوني في مليون موضوع ولكن لحد عاردي وشرفي وشرف ابني الشيخ يقول أني زانيا أنا معايا ماجستير في الفقه المقارن ودكتوراه في برامج الدينية واحتسبتها عند ربنا وفي ميزان حسناتي وعلى فكرة أنا أم الراجل وزوجة راجل وستة سعادية حرام عليكم ابني قطعني وإخواتي ما بقش يكلموني وصاحبة القناز علانة مني الدنيا مولعة علي وبقول يا رب أنا ما عملتش حاجة غلط أنا لو من الستات اللي بتمشي في الحرام ما كنتش تجوزت حرام عليكم من عابب تلا أعمامي بيصرخوا بيقولولي إيه اللي أنت يتقال عليك ده وبعد كده إيه اللي هيتكلم علي ولا على شرفي ولا على جوازاتي مش هسكت أنا مش عاملة بدعة وفي مزيعات زي بيتجوزوا أكتر من مرة وإحنا حياتنا غير الناس عادية حياتنا مستهلة وفي ناس بتقرب عشان الإبهار ولما تقرب مننا الإبهار بيروح وإحنا أولاد ناس وعيلة ومش جايين من الشارع وعمري ما عملت حرام ولا غلط ودي آخر مرة هتكلم واختتمت الإعلامية ميار الببلاو حدثها أنا عاملة دكتوراه ودرسة دين وأخذت ماجستير من إيطاليا حفظت الكرآن يعني تقولوا دكتوراه ميار بالفم المليان أو بالفم المليان أنا مش زي اللي بياخدوا الدكتوراه فوق البيعة وأنا بنت ناس وعيلة وأهل ناس عيدة ما بيعرفوش غير الشرف شكرا